صباح النور صباح الحب وشارككم زينات ان شاء الله تكونوا كامل بخير والحمد لله انا بخير والحمد لله حاشاركم اجواء هكذا كنت انا وصحبتي هنا في المولد بعض المقاطع هكذا رح نشوفوه هنا كنا درنا الحنا عقبنا وقت بزا بزا في مليح صحبتي دونك هي عيشة هنا في فرنسا مش يموفى يعني تدير المولد ودير عادتنا وتقاليدنا تما تفرح بزا كنا نعرضها وتجي وتلقى عندي يعني الامبيانس وتلقى الاجواء بتاع المولد والتقاليد تعنا نحب هكذا نعرفهم تقاليدنا وبكل ويشوفوها كيفاش احنا نديرو يعني في الجزائر وهي اللي بنتها جزائرية بالصح احزايدة هنا يعني في فرنسا ومتربية هنا وفلا بزاف اللي عايشين هنا ميديروش يعني احنا وش نديروه في الجزائر ولا في البلدان العربية ميا الحمد لله ولا عقبنا وقص بزاف بزاف مليح وبزاف اللي يتقلوا يقولوا لي زوجك فرنسي وكيفاش ديروه يحتفل ولم يحتفلش بالغيد بالمولد معاك حبيت نقول لكم ونجاوبكم ونعطيكم رأيي في الموضوع اولا رجلي صح قوري ومسلم والحمد لله ويحتفل معايا بالمولد يحتفل معايا بالاعياد يحتفل يشتي بزاف الاعياد تواعنا الاعياد الدينية وهو يفرح بزاف 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 كيما شتوني انا ويهبركم ندير كيما في الجزائر ندير يعني تقاليد تعنا كاملة نوجد الاشتاك نقولوا يعني نتعب نهار كامل صح نفرح كي نلقاه هو فرحين ويفرح بزاف بزاف بلا الاعياد التاعنا الدينية وهكذا انا ثانية تما نكون نولفوا في التقاليد تعنا نولفوا في الاسلام تعنا نولفوا في العادات تعنا فلا هكذا هو ثانية يتعلم ويولف كيما انتم الابناس اللي عندهم الولاد هكذا معاولادهم يعني يديروا لهم العادات والتقاليد ويحبوا يولفوهم على ذيك الحادة باش يولفوا ويكبروا عليها هكذا كان ندير مع الزوجة تعيك كيما هو كان يعني هو اصلا فرنسي يعني وكان تخلى الاسلام يعني ما عندوش بزاف لون كان ثانية نحاول ندير معاه ونعطله ونولفوا في التقاليد تعنا ونشرح له ولا يعجبه بزاف بزاف الحال ويشتي بزاف 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 وهو اللي شعر الشموع هذا عندو بزاف هو يديرها تسمى دايما هو اللي يديرها كل عام هو اللي يديرها احنا في الجزائر عدنا العادة كل نشعله شمعة في كل شامبرا ولا في كل في كل بلاسات دونك نشعله في السانو في اللي شانو في لسال دوبان وهذه العادة هو اللي يديرها كل كل عام والحمد لله ووش نديرو ثاني في المولاد مش يغر يعني الاكل والاحتفال نديرو ثاني ننصليوا على رصوصات علي وسلام بزاف اه نعذروا عليه اه ولا تفرجنا الفيلم تاع الرسالة هو اللي يدلي الفيلم تاع الرسالة وانو تفرجوه دايما يعني كل عام نتفرجوه في المولد وبزاف بزاف مليح انا قيس ما نفرجوه قيس ما نشتيه و ووا هاذا هي حبوباتي ان شاء الله نكون جاوبت على الاسئلة تاعكم اه زوجي يحتفل معي بالاعياد اكل وزوجي مسلم ويحب التقاليات تاعنا ويحب التورث تاعنا ويشتي بزاف يا فرح بزاف بزاف الاعياد تاعنا تلقى وهو فرحين كثير مني لا لا انا ثانية افرح ولا عقبنا وقت بزاي بزاي في مليح وجات قدت لكم صاحب تيتوالي نشتوني كي حنيتنا وياها هي ثانية تفرح كي ندلها هكذا ونكبر بها يعني وتشارك معنا في الاحتفالات تتوعنا هنا جابت لي هذا الكادو معها كي جات هذا الكوفيتا غيتشوال حبيت ان اعطوا لكم بزاي بزاي في مليح قدت لكم بزاي بزاي في مليح كل ما تجي تجيب ليها يعني كادوها كي معاها نقول لها ميخسي بكو فتيا ربي يحفظها لي وربي خليها لي وان شاء الله نعوذها ندلها ما خير منهم ان شاء الله فالا حبوبة تي شارتكم من كل من كل حاجة شوية فالا هنا كنا في ثلاثة قاعدين وفالا عقبنا عشية هببل والا هنا درتكم مقاطع مليع شابر كنت طيبة البربوشة التاعي الكوسكوس دونك درتوا غرب الجاج ودرتوا باللفت والخضرة هكذا والجريويت طيب طيبة عادي يعني ما حبيش نشاركم الوصفة اقول باش نتجي كمت يعني طويلة وكنت من هيه ثاني درت البربوشة التاعي كنت غسلتها وفورتها وزد درت لها الماء وزد فورتها وولا هنا تفير الاخران حندلها غر شوية تاع زبدة ونغطي عليها يعني طيبة شاية بكري قولت هكذا يعني باش نقعد نشايخ مع زحبتي وان فالا من قعد شغل في الكوزينة نقعد نشايخ معهم من هيه وولا هنا حبو باتي قلت لكم يعني كي كنت طيبة ودرت البربوشة تاعي الكوسكوس يعني باش نسكول تفهم احنا باك في الشرق واقعي لنقولولو بربوشة وولا من هي كنت سجيت الطابلة تاعيتها السهرة سجيت الطابلة تاعيتها لعشاء ثاني هنا كنت لسوس دي جاتها بتجيت تهبل جيت تهبل تهبل وبنجيت يعني عسل هنا كنت هذي تفيرها اللخرة نحيتها ودرت لها يعني زبدة وولي تحليتها مضيحة كذ وولي تغطيتها في الليل غرعي وتلها تفيرا بركعي وتلها تفيرو حطيتها طول في التاجين ساعي لحين تشوفوه ذوكها جاب زاف مليح اول مرة نحط في هكذا البربوشة جاب زاف كيوت عجبني انا عجبني دي جا انا عجبني ان شاء الله يعجبكم انتم ثاني حبوباتي خليولي في تعليق من اي بلد تشوفو فيها على بالي بزاف الاحصائيات التوعي سمحولي بزاف الجزائري اللي يتفرجوا فيها نقول لكم كامل كامل نحبكم نوس عليكم ربي خليكم ليا ومتنسوش اللي مزلت مشي ابوني في القناة تدير ابوني باش يجيها كل جديد ولي فيديو اللي نبارتاجيهم وكل يجيوكم يعني في الساعة اللي نبارتاجي فيها نقول لكم نشكركم بزاف بزاف ووالا شجعوني هكذا باش نكمل معكم نولي ندلكم روتينات ودي فلوغ ان شاء الله ما تكونش فيهم غر الطبخ ودي فلوغ كينو خرجونا وزوجي كينو نشوف الجديد هكذا في فرنسا نشارككم لي فلوغ نشارككم لي بوم بلون وكل ان شاء الله يا ربي هنا هذي كانت الطاولة تاعنا تلعشة جيت تهبل عجبتهم بزاف فرنسوا عجبته وفاتيه ثاني عجبتها والبربوشة جيت تعسل درتها غرب الجيش بصح جيت شوفوا المرقة تاحها جيت حمرة وجيت خاضرة جيت بزاف بزاف بنينة درتها شوية حارة يعني جيت بنينة تهبل حطيت معها شوية تهنب وشوية زيتون كثي وحطيت معها سلاطة سلاطة درتها واحد مكلة هاك لي نغر البربوشة وقعدت السلاطة هكذا فلوغ هذي هي البربوشة جيت هبل صورتكم طبسي تاعي جيت بنينة بزاف بزاف وهنا عنا حاش لكم تحليكم درتها وما حطيتها لكم مش في الفيديو اللي قبل درت تحليه تغميسه تعلوت يوس درته يعني بتلقة سهلة بزاف وجبنين بزاف 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 درت شوية تحليق قيز فون جي لانا درت على ثلاثة آآ على ثلاثة عباد يعني انتو مع لحسب الافراد العائلة درت قيز وجمه عرف كبارت عشانتي ودرت ماس كاربون مغرفة ونص وفالا نضل على كحام مليح تنشوفها حكمة روحة وراحة نجيب هناك تشوفوا العكحام كيفاش تلعازت تطلع وتجي حكمة روحة يعني مليح ما مجيكم في الظرق في اللول هنا شوية مطلقة بسحنبعت ولي تحكم روحة كي تخليوها يعني في الفخيقو انا هنا درتها في العشية وخليتها يعني بيتة الغدوة آآ الغدوة حطيتها وفالا جيت جا كل شو بنين يعني ما شاء الله جا كل شو مليح درت هنا آآ الغدوة تع اللوتوس كسرت وغر هكذاك شوية درت وفيساشي وبالحلال هك برك حاولت هك نكسره وحطيت هكا في الفون تعليفين تاوي هذو درت في ليفاغ مارتيني يديو بززاف ملاحة هكا وفالا درت غر هذا الغدوة تعليف سبيكي لوس تعاللوتوس درت فوقو شوية تعالك خام رح ندير فوقو شوية تعال زبدة اللوتوس وحنزيد فوقو لك خام ونزيد زبدة اللوتوس سوفها الغدوة وحين تشوفو معي جبتها لكم هكذا يعني من وراء بعضها بساعد تشوفوها يعني بالديتاي دي بزيف 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 بنينة ودرتها على جرفاتها هي تشتيها هذي التحلي يعني كنت قلت بزيف درت بزيف الحواج بس عم بعد فكرت هي تشتيها بزيف قلت نديرها لها يعني على خاطرها وهكذا تاكل حجر يسحبها وفالا الحمد لله كل شو عجبها وفالا آآ كليت يعني والحمد لله وهنا دمك انا خلصت هاذو قلتكم وجدت كلش تحلية تابعي وكل درج في الليل الصباح كنت يعني درت غل الميناج تاعي ازيت السالان فسيقت وعلى قبل اسبيراتيه وسيقت درت مسحت الغبرات تاعي ومبعد وليت درت بيان تردوش وبدلت قشي ماكيت ومبعد وليت وجدت طابلات على ثلاثة السهرة ولا تابتعنا اللي كلينا يعني وين كلينا في السالة موجي وين كلينا يعني وين تعشينا اوفا لحبوباتي جا كلش مليح ان شاء الله حيكون نعجبكم الفيديو اللي قبل هذا ويكون نعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشاركوني اراءكم شاركوني من من اي منطقة انتم اراءكم من الجزائر هكا نعرف من اي بلاسة كنتفرجوا فيا انا نعلم بكم اني مستيف سطيفية يعني من العلمة ان شاء الله نعرف هكذا مثلا مني نراكم ومن اي ولاية نقول لكم ارحبكم كامل جزائريين ولا مغربيات ولا من اي بلد نرحب بكم كامل نقول لكم دخلتكم الداري ان شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم ان شاء الله يعجبكم الحال عندي راكم ضيافة عندي ان شاء الله كلش يعجبكم ان شاء الله تروحوا من عندي يعني فرحانين هكذا نقولو اخي كي ديو الضياف وحبيت نقول لكم الزينات ساعي وحبوبتي ناصحة من القلب يعني كل واحدة هكذا تتمتع يعني بالشي اللي عندها تتمتع بالاهل اللي معاها كي ما نقولو تعيش اللحظة بزا 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 نقعدو نقعدو تما نحوسوهاك على حاجة ولا نساعي وباش نديرو حاجة وتفكيرنا اكل فيها تقطنا اكل فيها وننساو يعني الحوايج اللي ديجا عدنا والحوايج اللي كاينين اتوعدنو يعني نقولو دايرين بينا هكذا وماناش نشوفو فيها دونك انا كنصيحة ليا من عندي يعني نعطيها لكم كل واحدات كي ما نقولو داير بريك تا خمس قايق هكذا وتشوف يعني النعم اللي دايرين بينا والحمد لله يعني وتتمتع بيهم وتشوفو الحالة النظرة تاعكم للحياة حت تبدل بزا 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 وفورا حبوبتي ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليها وتكون يكون عجبكم الفيديو وتكون عجبتكم النسيحة نقول لكم تهلا في رواحكم وان شاء الله نتلاقو عن قريب في فيديو جديد ما تنساو اشتفجروا هذا الفيديو باللايكات وبالي كومنتر وخليوهي يطلع للاكبر عدد ممكن ان شاء الله باذن الله نقول لكم ربي خليكم ليا اتلاف رواحكم الزينات ونتلاقو ان شاء الله عن قريب في فيديو جديد اسلام عليكم